يأتي اجتماعنا هذا والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس ويأتي بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر دعوة حدوث انتهاكات الاتفاقية لأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة مثل ما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجين تبون سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرم الحرب وأعداء الحياة والإنسانية كما نشدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبت للتنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها نؤكد هنا إنه على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الاستجابة فوراً للتدابير التي أقرتها المحكمة كما إنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون سيد الرئيس إن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق المار لا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن لا بد من وقف إطلاق النار فوراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر